السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم الشرح ده بالنسبة للناس اللي بتيجي تكتب الرمز السري أو الرقم السري للواي فاي وبتيجي تعمل توصيل يقولك إن الرقم السري غير صحيح ففي نسبة كتير بتيجي تعمل إعادة ضبط مصنع بسبب الخطوة دي طيب الموضوع في منتهى السهولة زي ما حضراتكم شايفين هنا فيه أربع لومد اللمبة الرابعة دي اسمها وان لو حضرتك جيت لفت الروتر ده بتيجي تلاقي هنا زرار الريسيت وفوق هنا يو اس بي وفيه زرار كده زي ما يعني زرار قدامكم هنا مكتوب عليه وان لو ضغطنا عليه ضغطة مطولة لمدة خمس ثواني وبعدين هنشيل إدينا هنلاقي إن لمبة الوان دي اتطفت طيب هنضغط عليه تاني لمدة خمس ثواني وانشيل إدينا هنلاقي اللمبة بتاعت الوان نورت معانا كده احنا عملنا تنشيط للواي فاي بدون ما نعمل ضبط مصنع من اول وجديد جربها وهيشتغل معاك الواي فاي وهتكتب كلمة المرور هتلاقي شبكة معاك أتمنى أن أكون أفدتكم ولو بمعلومة ولو استفدت بمعلومة ياريت تدعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة لو ما كنتش مشترك شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته